استمرار النقاشات في مجلس النواب لحسم توزيع الدوائر الانتخابية ومخايف من أزمة سياسية جديدة وزير الخارجية اليونانية في بغداد مباحثات ثنائية بهدف تعزيز التعاون والشراكة في جميع المجالات وزارة التربية تحدث التشرين الثاني المقبل موعدا مبدئيا لبدء العام الدراسي الجديد وتعتمد التعليم المدمج اتفاق على عقد جولة مفوضات ثانية بين لبنان واسرائيل لترسيم الحدود البحرية برعاية أممية وحضور أمريكي أهلا بكم سيدتي إلى تفاصيل هذه النشرة حيث من المنتظر أن يستأنف مجلس النواب اليوم جلسته الحادية عشر لاستكمال قانون الانتخابات بصيغته النهائية مصادر نيابية ذكرت الإخبارية أن الاجتماعات المشتركة لممثل الكتل ورئاسة البرلمان من اللجنة القانونية تعقد يوميا من أجل التوصل إلى حلول نهائية بشأن توزيع الدوائر الانتخابية وبداية نتحدث عن جدول أعمال جلسة مجلس النواب مع الزميل مراسل العراقية الإخبارية من داخل قبة البرلمان أحمد عرام أهلا بك أحمد هناك ملفات عديدة مهمة قد تتضمنها هذه الجلسة الدوائر المتعددة الورقة البيضاء وأيضا قانون الاقتراض ما هي أهم الملفات التي ستناقش في هذه الجلسة بالتحديد؟ نعم بالفعل هناك ملفات عديدة اللجنة القانونية واللجنة المالية تعكفان على مناقشة القانون استكمال قانون الانتخابات وما تبقى منه من توزيع جغرافي للدوائر الانتخابية بالإضافة إلى اللجنة القانونية تناقش ما يسمى بقانون الاقتراض فهم تعكفان على اجتماعات مكثفة حول هذين القانونين لكن الجلسة ما تزال مفتوحة منذ التصويت على عدد الدوائر الانتخابية في الجلسة الماضية تحاول هيئة الرئاسة أن تبقي هذه الجلسة مفتوحة من أجل استقطاب النواب لكن ما نلاحظه في داخل أروقات مجلس النواب أن عدد النواب قليل قد لا يؤدي إلى عقد هذه الجلسة وللحديث أكثر عن هذا الموضوع معي نائب رئيس لجنة التخطيط الستراتيجي النائب عن كتلة الصادقون محمد البلداوي أهلا وسهلا بحضرتك كانت لديكم ملاحظات عديدة حول الدوائر المتعددة والجلسة التي صوت على هذه الدوائر وما زلتم لديكم ملاحظات حول توزيح هذه الدوائر بسم الله الرحمن الرحيم الواقع بما أنه تم إقرار قانون مجلس انتخابات مجلس النواب العراقي الآن الكلام يدور حول الجدول الملحق بهذه الدوائر بصراحة هناك لبس دائما ما يتم الخلط بين الملحق أو الجدول بالمرفق لهذا القانون والذي يبين التوزيع الجغرافي والسكاني للمناطق والدوائر الانتخابية لا تبار أنه اليوم القانون قرر في مضمونه أن الانتخابات ستجري بدوائر متعددة ضمن المحافظة الواحدة وبالترشيح الفردي وأن يكون الفائز هل ترشيح فردي؟ نعم هناك من يقول أنه لا يوجد ترشيح فردي لا الترشيح هو فردي والذي يحصل على أعلى الأصوات هو الفائز في الانتخابات سابقا كان الكلام يدور حول أو في الانتخابات الماضية كان يدور حول ترشيح بالقوائم وبالتالي اليوم من يحصل على الأصوات داخل القائمة اليوم نتوجد قوائم انتخابية وأنما كل مرشح يكون ليس لديكم ملاحظات حول القانون هذا لا لا الملاحظات اليوم تجري لدى كل الكتل السياسية في كيفية وآلية توزيع هذه الدوائر البعض يريدها جغرافيا البعض يريدها على الكتل النسائية البعض يريدها دوائر صغيرة البعض يريدها دوائر كبيرة الآخر يريدها دوائر متوسطة الكلام تقريبا انحصر الآن بشكل كبير ما تفقى لدينا الآن يمكن الكلام عنه الحديث عنه عن نقاشات تجري حول بغداد الرصافة والكرخ ومحافظة صلاح الدين وكركوك وباقي المحافظات تقريبا قد تم حسمها يعني كجدول وصل الجميع إلى تقسيم هذه الدوائر وفق المحددات التي تم التصويت عليها داخل مجلس النواب من خلال التجاور الجغرافي والحدود المشتركة وان تكون هذه الدوائر محافظة على التوازن السكاني والجغرافي ايضا لهذه المناطق التوزيع الديمغرافي لهذه المناطق القومي الاثني الارقي الموجود في المناطق يجب المحافظة على المكونات لغبن حقوقهم داخل قانون يعطي ايضا لأغلبية الموجودة في تلك المناطق الغلبة على باقي المكونات جرس دعوة النواب لحضور الجلسة تتوقع اكتمال النصاب وحضور الجلسة ومناقشة هذا القانون اليوم؟ الجلسة اليوم لا تحتاج الى نصاب على اعتبار ان الجلسة منعقدة وقائمة عادة نحتاج الى النصاب في حال افتتاح جلسة جديدة حتى يبدأ لكن اليوم في ظل جلسة مفتوحة بالتأكد ستجري المناقشات على الاقل بالمواضيع المهمة ووفق ما يقدم من قوانين او مناقشات عامة لأستاذ النواب سواء كانت متعلقة بالوزارات او بهموم المواطنين كانت لديكم ملاحظات ايضا حول قانون سد العجز المالي او ما يدعى بالاقتراض ما هي ابرز هذه الملاحظات؟ الملاحظات اليوم القانون جاء مبهما لم يبين آلية صرف المبالغ السابقة حتى نتكلم عن مبالغ جديدة للاقتراض هذا المورد الاول المورد الثاني هناك مبالغة كبيرة في قيمة الاقتراض المطلوب على اعتبار ان ما تبقى من السنة الاسيمة ان الحكومة قد اقرت بانفسها انها اليوم استقرضت لثلاثة اشهر الماضية وانها قامت بالتكفل بتزديد كافة الكلف لحد اسباط اشتسعة وبالتالي اليوم ما تبقى من السنة لا يحتاج الى 48 تريليون بالمحصلة ايضا هناك ايرادات لم تذكرها الحكومة حتى تخرجها من هذه القيمة الارادات سواء كانت النفطية والارادات غير النفطية الواردات التي تأتي من الوزارات وايضا من الضرائب ومن الجباية وغيرها كل هذه المبالغ انحصرت بتقرير حدمته الاختران نائبة الدكتورة انعام الخزائي الى اللجنة وهعلنت عنه بشكل واضح وصريح انه قد ما نحتاجه ولا يزيد عن 8 الى 12 تريليون في اكثر قيمة يمكن ان تصل الى هذه المبالغ لكن ما قد طالبت به الحكومة هو 48 تريليون نحتاج الى توضيح نحتاج الى ارقام حقيقية تشرح حاجة البلد من الاقتراض لاننا بالتالي نقترض بفوائد وهذه الفوائد تكبل الدولة العراقية ولا يمكن ان نرهن الدولة العراقية ونرهن موارد العراق بايدي اجنبية مقابل ان تسعى الحكومة الى استمرار بالاقتراض لكن وزير المالية ذكر انه بحاجة الى اموال في السنة المقبلة بالقليل 10 تريليون يعني انا ادخل في سنة جديدة بحاجة الى اموال حتى ابدأ هذه السنة كيف تقيمون ما يطالب به وزير المالية حول هذا الموضوع انا اعتقد انه اليوم هو بحاجة الى رؤية واضحة شفافة صريحة نحتاج الى برنامج حكومي فيه برامج واهداف تبين الحاجة الحقيقية لهذه الموارد نحتاج كان من المفترض بمعالي الوزير والسادة الوزراء ورئاسة الحكومة ان تسعى الى وضع موازنة لسنة 2021 تقدم الى الحكومة وهو قدم ورقة بيضاء الورقة البيضاء تقريبا الى اكثر من نصف هذه الورقة هي امور سردية تشرح حالة انا اقول انهم منذ اليوم تقليل الحكومة الى هذه الساعة ما هي البرامج والاهداف استضفنا في لجلة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومية التخطيط الصفات يجي مجموعة من السادة الوزراء حضروا وبشكل واضح وصريح بعضهم اشار انه لا توجد سياسة واضح حتى يمكن ان نعد على اساسها برامج ومشاريع وبالتالي لا يمكن قيادة الدولة باليوم الحكومة حكومة ليست حكومة تصريف اعمال حتى تجريبا هذا الشكل نحتاج الى ان تضع الحكومة رؤيتها وان تضع برامجها واهدافها وان تقدم موازنة حتى يمكن على اساسها تقييم الوضع المالي للدولة شكرا جزيلا شكرا الحظ اذا هناك العديد من الملاحظات هناك العديد من النقاشات سواء داخل اللجنة القانونية او داخل اللجنة المالية يعني اشكرك شكر جزيل احمد عرام مراسل العراقي الاخبارية من داخل مجلس النواب وايضا نشكر ضيفك الكريم سيادة النائب تهدد خلافات الكتل حول الفقر المتعلقة بالدوائر المتعددة في قانون الانتخابات وكيفية توزيعها وعددها تهدد بازمة جديدة اذ تعتبر قوى سياسية جلسة التصويت على الدوائر بغير القانونية بينما تعد كتل اخرى تمريرها كان قد تم بالطرق القانونية والسليمة الخلاف على عدد الدوائر الانتخابية القى بظلاله على عقد جلسة البرلمان الذي لم ينجح باستئناف الجلسة المفتوحة فقرر استئنافها يوم الاربعاء اذ ازدادت جبهة الرفض للدوائر المتعددة وبخاصة من قبل كتل الفتح ودولة القانون والنهج الوطني ونواب عن محافظتين اينوى وكركوك كون التعديل يصب في مصلحة كتل المحددة على حساب باقي الكتل والمكونات بحسب قولهم هناك صفقة واضحة بين قوة سياسية نافذة في البرلمان صممت دوائر محددة على مساحة وتواجد جمهورها وسوقتها بهذه الطريقة سوف تكون هناك مشاكل فنية كثيرة تحجب نسبة كبيرة من اصوات المواطنين عن ممارسة حقهم الدستوري والادلاع باصواتهم والى جانب الاعتراض على تقسيم العراق الى 83 دائرة انتخابية يرى المعترضون ان جلسة التصويت على المادة الخامسة عشرة لم تكن قانونية لانها كانت مختلة النصاب وهو ما ينفيه المؤيدون للمادة الذين اكدوا ان الجلسة كانت مكتملة النصاب وان المادة مررت بالطرق القانونية السليمة التصويت حصل بالاجماع والحضور كان حضور كأكثر من 186 نائب وهذا ما ثبت من خلال عرض الفضائيات والحقيقة الكل اعتقد متفق بين الجلسة القانونية الاعتراض فقط في وسائل الاعلام لا اكثر وبعد اقرار الدوائر الانتخابية تتبقى قضية تحديد الرقعة الجغرافية لكل دائرة انتخابية كي يتم تمرير المادة بمجملها الا ان بعض النواب توقعوا مزيدا من الخلافات السياسية في حال دمج الاقضية او النواحي ببعضها البعض لاستكمال الدوائر التي يقل فيها عدد الناخبين عن العدد المطلوب خلاف برلماني عميق بشأن الدوائر الانتخابية قد يتسبب بتعطيل تمرير المادة الخامس عشر والقانون بشكل عام وهو ما سينسحب على الاستعدادات اللوجستية لمفوضة الانتخابات لاجراء الانتخابات المبكرة من بغداد محمد جبار العراقية الاخبارية اقرى مجلس الوزراء الورقة البيضاء بعد ان قدم وزير المالية التقير النهائي لخلية الطوارئ واتضمنت الورقة خططاً آنية للخروج من الازمة المالية وشرح مضامين الورقة وقدرتها على تحقيق النهوض باقتصاد البلد الذي يعاني من مشاكل شتى فيما قرر المجلس تمديد الاستثناء المملوحي او الممنوحي الى وزارة الصحة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية فضلاً عن تخويل وزارة النقل التفاوض بشأن مشروع قطار بغداد المعلق الورقة البيضاء اسمها ورقة بس هي تقريباً مئة صفحة لاصلاح اقتصادي ورقة ممكن اعتبارها ايضاً ورقة تنموية ايضاً بسبب سياسات خاطرية ليست فقط 17 سنة الماضية بل لعقود مضت سياسات اقتصادية خاطئة غياب للهوية الاقتصادية تخبط في ادارة المال والنقد العراقي اذا جاءت هذه الورقة كنتاج لهذه الاجتماعات المتواصلة هناك سقف زمني لهذه الورقة يمتد من 3 الى 5 سنوات لتنفيذها هي اساس لحكومات قادمة نعرف تماماً ان هذه الحكومة مهمتها الاساس هي اجراء الانتخابات المبكرة وتهيئة الاجواء المناسبة لهذه الانتخابات لكن ايضاً التزاماً بمنهاجها الحكومة اللي صوت علي مجلس النواب هي ملتزمة بتأسيس سياسة اقتصادية رصينة من جانبه اكد وزير المالية علي عبدالامير علاوي ان الارادات المالية غير كافية لتغطية متطلبات رواتب الموظفين والمتقاعدين علاوي وخلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي الذي اعقب جلسة مجلس الوزراء اشار الى ان البلاد ستبقى في جو من الضيق المالي حتى تعديل الهيكلية الاقتصادية وتنويع ايرادات الدولة واقع بان ايرادات النفطية الآن غير كافية ان تغطي متطلبات الرواتب والتقاعد مؤشر بسيط موجود بالورقة البيضاء في سنة 2005 الرواتب كانت 20% من ايراداتنا النفطية هذه السنة رح توصل الى 120% فالنقلة النوعية صارت القفزة الجنونية بالتكاليف بند الارادات بند الرواتب والاستحقاقات وبند التقاعد اخذ جزء كبير من ايراداتنا النفطية خلال السنين الاخيرة وخلال السنتين الاخيرة بالذات قفز الى ارقام اكثر من 100% هذه السنة فالضيق موجود لان تركيبة الموازنة الخاطئة ومعالجتها هي من احدى اسباب الدوافع الرئيسية للورقة البيضاء فنبقى احنا في جو من الضيق المالي مننا الى فترة معينة من الزمن لغاية ما تستعدل الهيكلة هيكلة الاقتصاد ككل والنوع نبدي ان ننوع الارادات الارادات بالنتيجة هي مرتبطة بالانتعاش الاقتصادي يعني ما ممكن انت تاخذ ضرائب من الناس او جبايات اذا ما عندك انت ناشاط اقتصادي فعال فاحد الاهداف الرئيسية هو انكون قطاع خاص عنده امكانية ان يرقى الى المسئولية ويلعب دور رئيسي لما القطاع الخاص يكون عنده وزن وثقل وعنده ربحية جيدة ذاك الوقت ممكن نتكلم عن الجبايات ممكن نتكلم عن الضرائب لكن تركيبة المالية من الدولة الان غير قادرة في وضع الحالي ان تمول الضغط الموجود من عدة اطراف على القاعدة النفطية القاعدة النفطية الآن غير قادرة في ظل الارادات المقيدة علاوي وفي ذات المؤتمر اوضح انه رغم الضائق المالية استطاعت وزارة المالية تأمين رواتب ايلول مؤكدا ان التعاون مع البنك المركزي سيساهم في ايجاد الحلول لتغطية العجز المالي بدون شك اكوضيق مالي لكن احنا قدرنا خلال شهر ايلول ان نكمل كل الرواتب ولو شوية متأخرى حسا الان احصح ادنا تنسيق كبير جدا مع البنك المركزي صار في التعاون كل ما بين السياسة النقدية والسياسة المالية فانا اتوقع خلال هذا التعاون بان نلقي سبل اكيد لغرض ان نغطي العجز المالي طبعا ايضا عندنا مشروع مالية الدولة المعروض امام مجلس النواب ان شاء الله يقر واذا يقر اعتقد منها لاخر السنة ممكن احنا ان نتجاوز كل تداعيات الضيق المالي لكن ايضا عندنا احنا مثل ما قلت علاقة متينة وقوية مع البنك المركزي لغرض انوحد السياسات النقدية والمالية وهذا رح توفرنا الامكانية ان نغطي ان شاء الله كل متطلبات وكل استعقاقات الرواتب والتقاعد تسلمت اللجنة المالية النيابية ورقة الاصلاح الاقتصاد من وزير المالية لتدقيقها وابداء الملاحظات حولها ومراجعتها مع وزارتي المالية والتخطيط وذلك تمهيدا لعرضها على البرلمان نائب رئيس اللجنة مثنسة من رأي قال ان المالية النيابية ستعكف على دراسة الورقة الاصلاحية وتعمل على دعم اي توجهات واقعية تصب في خدمة الاقتصاد وتسهم في ايجاد حلول عاجلة للازمة مشددا على ضرورة الاهتمام بالحلول الجذرية التي تضع اقتصاد العراق على سكة امنة توفر للاجيال القادمة مناخا قابلا للتطور والتقدم مجلس النواب يتسلم ورقة الاصلاح الحكومية التي تعد بمثابة خطة تنمية وتغيير في الجانب المالي والاقتصادي وحتى الاداري لاخراج العراق من حالة الاقتصاد الريعي الى اقتصاد مستقر متعدد المصادر هذه الورقة الاصلاحية تتضمن خطوات لمدة ثلاث سنوات التوجه بتحسين محاور الاقتصاد العراقي باتجاه قطاع النقل توفير العمل ليد العاملة هناك بناء مدارس توفير خدمات عامة وتعمل الورقة البيضاء وعلى مدى سنوات كما خطت لها على تحقيق الاستقرار المالي المستدام والاصلاحات الاقتصادية الكلية كما تعمل ايضا على هيكلة الشركات الممولة ذاتيا عبر تصفية الخاسرة منها مضافا الى هذا فانها تعمل على توفير الخدمات الاساسية يوجد محور يتعلق بالحوكمة والبيئة القانونية لمؤسسات الدولة هذا من شأن ان يخلق فرص جديدة في تعامل مؤسسات الدولة مع المواطن يحول مؤسسة الدولة الى ان تكون خادمة للمواطن ويقضي بشكل كبير على البيروقراطية المتبعة وطبعا البيروقراطية تفتح ابواب الى الفساد والرشوة وما الى ذلك برلمانيون تحدثوا عن المراحل العمرية التي تنفذ من جرائها هذه الورقة البيضاء تستطيع الحكومة خلال ثلاثة شهر وستة شهر تقوم باصلاحات جميع اصلاحات ادارية اصلاحات مالية اصلاحات اجتماعية اصلاحات ثقافية وكثير من الامور تستطيع انه هدفه هو حقيقة جمع المال ورقة اصلاح حكومي امدها ثلاث سنوات تركز بالاساس على خفض الانفاق والى تعظيم الايرادات ومن خلال بوابات اقتصادية عديدة اثير عادلة العراقية الاخبارية بغداد ومتابعة لتدائيات ورقة الاصلاح البيضاء التي ارسلتها الحكومة الى البرلمان ينظم معنا عبر الهواء مباشرة مقرر لجنة المالية النيابية سيد احمد الصفار استاذ احمد السلام عليكم عليكم السلام استاذ احمد نتحدث اليوم عن الورقة البيضاء الا وهي الاصلاحات الاقتصادية التي من المؤمل ان تطلقها الحكومة لمعالجة الوضع الاقتصادي هذه الورقة تحديدا هل وصلت اليكم كلجنة مالية نيابية هل اطلعتم عليها هل سجلتم ملاحظات على هذه الورقة باعتقادكم هل من الممكن ان تكون هذه الورقة كفيلة بحل الازمات الاقتصادية نعم سيدي تحية لك والمشاهدين الكرام في الواقع يوم امس كان للجنة المالية اجتماع مطول مع معالي وزير المالية والخبراء اللي عملوا على اعداد هذا التقرير واستلمنا من معالي الوزير ورقة الاصلاحات المالية والاقتصادية وهي للمرحلة الاولى سميت بالورقة البيضاء تم عرض ملخص لمحتويات الورقة واللجنة المالية استلمت الورقة وتاخذ الوقت المطلوب لدراسة المراحل الموجودة بالورقة ومدى تطابق او مدى عقلانية الاجراءات اللي يفترض ان تتخذ من قبل الحكومة وبطبيعة الحالة للجنة المالية ايضا مجموعة من المقترحات راح تكون هناك جلسة مشتركة بين اللجنة المالية ووزارة المالية وربما نشرك وزارة التخطيط ايضا من اجل الخروج بورقة موحدة يعني تحاول الحكومة من خلال هذه الورقة الخروج من الازمة المالية الحالية طيب استاذ احمد عذرا للمقاطع عندما نتحدث عن اجراءات حكومية تتعلق بالاصلاح الاقتصادي ما هو كل حكومة تأتي تقدم ورقة للاصلاح الاقتصادي المشكلة ليست بالاقتراحات وليست بالحلول المطروحة اتتفق معي سيات الناب ان المشكلة بتطبيق هذه الحلول هو في الواقع كل حكومة تأتي تقدم المنهاج الوزاري والبرنامج السنوي ولكن للأسف ما يتم اطلاق تفق على الورق فقط ولكن هذه الورقة تختلف في الحقيقة لانه اولا الورقة كان شرط من شروط الموافقة على قانون الاقتراض الاولي في الشهر السادس وحتى المشروع المقدم حاليا الذي وصل للجنة المالية حول قانون تمويل العجز المالي ايضا كان شرط الاساسي هو اجراء اصلاحات بالتالي ان لم تجرى هذه الاصلاحات وان لم يتم تطبيق الورقة على ارض الواقع فان الاقتصاد العراقي والوضع المالي ذهب الى المجهول حتما ولكن انا اتكلم لك عن رأيي من خلال اطلاعي على الورقة هي ورقة يعني تشمل قراءة جيدة للوضع المالي والاسباب التي ادت الى انه يواجه العراق هذه الازمات وبالتالي المراحل الموجودة فيها مراحل معقولة يعني تبدأ بمرحلة مهمة هي مرحلة التثبيت او الاستقرار من خلال اجراء اصلاحات في الجانب الخاص بالايرادات العامة وكذلك النفقات العامة واصلاحات في ادارة المال العامة هذه النقطة مهمة جدا لانه نحن على قناة انه هناك موارد موجودة في البلد ولكن سوء ادارة هذه المواردة وما يتفق عليه الكل سيد احمد الصفار مقرر لجنة المالية النيابية اشكرك شكرا جزيلا على هذه المعلومات واعتذر منك ضيق الوقت وزير الخارجية اليوناني في بغداد مباحثات صنائية بهدف تعزيز التعاون والشراكة في جميع المجالات وزارة التربية تحدد تشرين ثاني المقبل موعدا مبدئيا لبدء العام الدراسي الجديد وتعتمد التعليم المدمج اتفاق على عقد جولة مفاوضات ثانية بين لبنان واسرائيل لترسيم الحدود البحرية برعاية اممية وحضور امريكي اكد وزير الخارجية فؤاد حسين بحثه جملة من الملفات المشتركة مع نظيره اليوناني نيكوس داندياس الذي يزور بغداد حاليا مشيرا الى ان من بين تلك الملفات اوضاع اللاجئين العراقيين في اليونان وتعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وعمل الشركات اليونانية وتسهيل مهامها في العراق من جهته اعرب داندياس عن شكره للعراق ومواقفه المحايدة في المنطقة نحن نشكر الموقف اليوناني اولا كجزء من التحالف الدولي في محاربة داعش وايضا اشكر الموقف اليوناني موقف حكومة يونان بسبب استقبالهم لمجموعة كبيرة من اللاجئين العراقيين الموجودين في يونان املنا ان يعود هؤلاء الى وطنهم يوما معززين في وطنهم العراق وهناك شركات يونانية عديدة تعملوا في العراق وفي هذه المباحثات تطرقنا الى عمل هذه الشركات وكيفية توسيع العمل وقعنا مذكرتين للتفاهم بيننا وبين يونان كاساس لتطوير العلاقات بين البلدين تطرقنا في نقاشنا الى الوضع الاقليمي والوضع الدولي والتوترات الموجودة في المحيط الاقليمي واكدنا من جانبنا الى ان هذه التوترات والصراعات والحروب يجب ان تأخذ طريقا اخر الطريق الوحيد والبديل للوصول الى السلم والامان الطريق والحوار في المستقبل القريب راح تكون اللقاءات اكثر هناك ارادة متبادلة توسيع هذه العلاقات الحوار بين البطرين الشقيقين الخديقين تعتمد على الاستقرار والالتزام المشترك علاقاتنا كما ذكر هي علاقات تاريخية وطبعا نطمح الى المزيد من التطور بالعلاقات وعلى المستوى الاقتصادي بلاسية ما مستوى الاستثمار الشركات اليونانية الاستثمار في العراق بنسبة لعادة الاعمار الطاقة بنسبة لأمور الطبية حددت وزارة التربية تشرين ثاني المقبل موعدا مبدئيا لبدء العام الدراسي الجديد بالاعتماد على التعليم المدمج في حال عدم حدوث اية مشكلة تعترض هذا الموعد وقال وكيل الوزارة للشؤون الادارية الدكتور فلاح القيسي لجريدة الصباح انه سيتم التوجيه اعتمادا على المنصات الالكترونية الى جانب الفضائية التربوية مبينا انه تم التنسيق مع منظمة اليونسيف لافتتاح ثلاث قنوات تلفزيونية تربوية تخصص كل واحدة منها لمرحلة من المراحل الدراسية وزارة الصحة متواصلة مع كل الجهات وكل الدول التي ترعى تجارب تطوير اللقاحات في العالم وتعتمد أبدا أولا وأخيرا المعايير العلمية حصرا متى ما أقرأ أي لقاح من أي من هذه الدول للاستخدام وأثبت فعاليته سيكون العراق وحسب القرارات التي أعلنت سابقا لللجنة العليا للصحة والسلامة نؤكد عدم اعتماد أي لقاح لحد الآن لكن الأمل موجود خلال الفترة المقبلة الأشهر المقبلة إن شاء الله ستتوصل إحدى الدول ولا يوجد أي تفضيل لأي دولة أي دولة تنجح في قرار اعتماد لقاح ويثبت بشكل علمي بين العراق وهيئنا كل أمور لاستيراده وفي الشأن الدولي وزير خارجية لبنان في حكومة تصريف الأعمال شرب الوهبة شدد على أن بلاده لا تعقد اتفاقا لتعترف بإسرائيل بل تفاوضها على ترسيم الحدود البحرية وهب قال أن الأمم المتحدة ستصديف المفاوضات وتدون المحاضر أو المحاضر مع الولايات المتحدة مؤكدا أن لبنان لن يقوم بالتطبيع ولا يوافق على اتفاقات سلام تحطبت طائرة مسيرة مجهولة في شمال إيران قرب الحدود مع اذريبيجان وذلك مع تجدد المعارك في إقليم قرباغ وبحسب مصادر إيرانية فإن طائرة من دون طيار سقطت في أراضي زراعية قرب مدينة بارس أبادمغان في محافظة أردبيل مشيرة إلى أن الطائرة ربما تكون تابعة للجيش الأذري أو الأرمني تابعة للجيش الأذري تابعة للجيش الأذري